أنت تعرضت لي وعكة صحية نعم وبعدين رحت في غيبوبة لفترة طويلة نعم لما رحت في غيبوبة وين رحت شو شفت شو كنت تسمع تصار حطة طبي معي مع أنه طبيب أنا بعيدا عن لا لا بقول يعني بس مقدمتها أنا بدي أسمع الحالة دكتور ففعلا طبعا سفرت لأنه مرده على الطبيب هذا الوقت كنت ماكل بالليل وعدي عزيمة وإلى آخره بتاع بدي هزم 7-8 ساعات يكون صايم فقال لي لا دقيقتين فأعطاني البنج وهذا مجرم أعطاني البنج استفرات كل الاستفراء رجع للمعدة ومع الأسف استمر دخلت في حالة دخلت لهذا فشفت رؤية أنه جيت دخلت حفرة وركعت على ركبي وبعدين أجينا واحد من وراء قل لي ما أجي دورك روح بهذه الصراحة يا الله أو الله والشيء الثاني فعلا أني كنت في عالم ما كنت في عالم الحياة أنت ما كنت تسمع صح؟ لا 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 أبدا ولا شيء بس لما صحيت كنت تتذكر هاي المشاهد أذكرت دعم قديش دخلت قديش الوقت اللي دخلته كم يوم؟ 21 يوم 21 يوم 21 يوم تنفسنا في سنة ما هو العالم هذا اللي كنت فيه؟ يعني شو كنت تشوف والله وهو هذا يعني فعلا عالم يعني غريب مش سهل وصفه شايف فحتى هذا الوصف هذا يعني فيه شخص من فلسطين من الشخصيات السياسية برضو كمان صائب عريقات صائب عريقات نعم دخل طبعا توفى أه ورد صحي صحي حكى رؤية شغلات أنا نفس الشي يعني عالم فسيح وهيك ناس طائرة وناس يعني هما ناس ولا طيور ولا يعني ليس لا علاقة بالحياة إطلاقا لكن هي مياه يعني إشي هيك في الفضاء بتذكر جميع المشاهد اللي كانت على مدى 21 يوم ولا بعض المشاهد اللي شاهد لا والله هذا اللي بتذكر هذا اللي بتذكر بالله لما شفت هذا الطيران نعم نعم أو هذا الوساع خلينا نحكي هيك وساع فضاء يعني نعم فضاء نعم كنت مرتاح وانت شايفه مرتاح نعم يعني لم أشعر بضيق بالعكس بها الرؤيات هذا يعني خنقول ذاكرة أو النفس ما عرفش بدأي تفسيرها كنت مبسوط انت ما شفت للي للي أجعل لك آه دا مش وقته دا الله يعطيك السلام دكتور حمد الله على سلام حمد الله على سلام بس شوف مبدئيا فؤاد أدمعا بسألك هو ليلتين تلاتة ما رح ينام من هل ما أقول لك هذا الموضوع لأنه مش هو نعم 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 مرتاح بالنهاية كل قدر وقضاء 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 إذا تستم بدنا ننتقل سريعا للمواضيع الثانية ما شاء الله الله يعطيك الصحة يا رب وطولة العمر وإن شاء الله نوصل لهالعمر وإحنا بكامل وعينا وعقلنا وصحتنا وروحنا حلوة زيك دكتور نعم من الله تلاتة وتمانين عام دكتور محمد خير مامسر أنت إنسان عصامي ولكن أربعة وتمانين أربعة وتمانين يا سيدي وإن شاء الله للمية دخلت يعني الأبوان منها ماشاء الله عليك لمن تدين عم بقول أنت إنسان عصامي بالبداية عملت على نفسك لحتى توصل لهذا المستقبل ولكن لمن تدين الشكر بحياتك من وقت مدخلت مدرسة من بيئة العائلية إلى حراف طبعا في البداية أنا شباب يعني الحقيقة لعائلتي رحمة الله لوالدي والدتي ولإخواني لأنه أنا إخواني يعني الحقيقة ما تعلموا يعني لأكرم رحمة الله عليه أنا أيضا لأكرم أدهم وشريف الكبير فكان الحقيقة يعني وضعنا المادة كان مش سهد صحيح كنت باحثة شايف لكن من أول لما رحت كان يعطوني فيديوهم في الشارخ خمس جهانات كنت داخلي شايف بالرغم ما كان طبعا كفي كشب في هذا وبالرغم من كل الظروف وهم بحاجة إلى هذا كلهم دعموني الحقيقة فشكر يعني رحمة الله لأخواني طبعا أبوي الوالد المرحوم وكان مزارع وكننا رب العبقار وضعنا المادة يعني مقبول وسط ماذا ذاك الأيام وكننا كل وسط لكن أدين لأخواني الحقيقة وبعد الزواج أدين الفضل الحقيقة لزوجتي فأنا لما كتبت تعرف نحن شركس ما بس نبدح زوجاتنا ذاك عادة تقاريد منتقد جدا لكن أنا لما كتبت الموسوعة الحقيقة أني كتبت المقدمة شكر لزوجتي لأن زوجتي يعني لما صرت بلغت السابعين من عمر كانت دائما تقول لي أنت كتبت كتير كتبت لنا كتير طيب أكتب لشركس أكتب لأ أصلك وهذا أقول لها لما أصير السابعين وفعلا لما لغت السابعين بديت أكتب يعني كتبت وصول على خمس ثالاف وثين صفحة أخذت منك خمس سنوات كتابة بمعدل ثمان ساعات يومية وقدر لها وكان لها الفضل كبير بعض الله أنه حتى ما كانت تنام وتشؤ دائما وأنا صهران للثلاثة ما تنام وتجيب لي قهو بين فترة وفترة وبالتالي الحقيقة بأنه الفضل لله يعني وإخواني قبل الزواج بعد الزواج الفضل لله للزوج الحمد لله يعني الحقيقة ضحت كتير يعني وإحنا الشركس تعرف الاختلاط بيننا وإلى آخر أنا عرفت زوجتي قبل الزواج 12 سنة واستنتني حتى كمل دراستي في مصر وتجوز شوها القصة الحلوة شوها الله يديم المحبة يعني ليس سرا لكن احنا معروف الشركس احنا يعني العراقات البريئة اللي هي يعني راقية نعم ضمن العادات والتقاليد أشكرك على المصطلح اللي وصفته الآن هي علاقات راقية فعلة فعلة صحيح